أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامد والأداء على المستوى القطعي ويغطي التقرير الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 ويستعرض كافة برامد التنمية في مختلف القطاعات وربطها بأهداف تنمية المستدامة وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلالسعيد إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتفعيل منظومة البرامد والأداء لذا حرست على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لها من خلال قانون التخطيط العام الذي أكد على تبني من هدية البرامد والأداء بشكل واضح لضمان التكامل بين الانفاق الاستثماري والجاري في إطار خطط متكاملة وكذا إنشاء وحدة البرامد والأداء بالوزارة